أنا اللي شفت نارين لكن نارشد من نار نار حرقت خيمتنا نار حرقت باب الدق أنا أمي الحزن زناب وأنا اللي فجعني الباب وأنا أمار مرب دنياي أيوان اللي شفت طشت جبد الحسن واحد بيه واحد بيه راس حسن سهم الدهار صوبني ولعند حسين صابا بعزين وقالت أنا اللي وقفت مرتين والمرتين هذا اللي مرب ما اجلس ابن زياد والشامت نشد عني مرب واسطة الشامات وذيجل زيادت والني وأنا اللي شفت راس حسن بعصاه زيدي ضربا أنا أمي الحزن زناب وبهلي صرت مفجوعة وأنا اللي شفت كفل العباس مقطوعة مقطوعة وأنا شفت خوي حسن كلهم مكسرة ضلوعة وأنا لما نسيت حسن والهسة عن البل كأني بسكينة تخاطب عم تازينب عم زينب انظري إلى يزيد ماذا يصنع في مجلس يزيد بن معاوية وإذا بزينب تنظر من بعد وإذا بيزيد بيده عصايا كثثنا يا الحسن يقول يحسين راسك حين شفت تلعب عصايا يزيد على شفت وذاك الوقت وجهي لطمت لطمت وصدت لب حرقه ونداتي وشتمت وشتمت وتعدت لي شتمت يا الأخ المثلك ضيع أختي لكن معذور يا الحزاء يا ورغوبته مجلس يزيد مخدرات حادر الكرة من غير والي وتصف جيل يمنى بليس سجاد وموقف ودمع فوق الخدوق أمرض جسمه منتحا من ثجلك زينب تناديلات داري بالوليه وتعود دولتنا وترجع ذي شلاطا أولي دموع زينب على خدود يا وهي تنظر إلى أهلها مجزرين على بوغاء كربلا تنادي أنا اللي ضيعني الوالي وخلاني وخلاني غريبة لا ألعني ولا بلد يموي يموي غريبة عني شدعوة يا علي يعلم طوال يمطوال الغابة ما تنجف زينا يا بوهي عدها نساوين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج قائم آل بيت محمد وقضاء الحوائج ونزول البركات نعطر المجالس والأفواها بذكر الصلاة على محمد وآل محمد الله صلى على محمد وآل محمد الله صلى على محمد وآل محمد الآية الكريمة في مقام الإشادة بنخبة من البشر وهذه ليست الآية الأولى التي تشيد بالنخبة من البشر وإنما هناك آيات أخر وكثيرة في هذا المقام حيث تشيد بمجموعة من البشرية طبعا هذه المجموعة امتازت بمزايا واتصفت بصفات حتى ميزت من بين خلق الله من بين عباد الله تبارك وتعالى من أولئك النخب البشرية أولئك المبلغون أنت تعرف أيها المؤمن أن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء بعث الرسل والمصلحين وهم يحملون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويرفعون رسالات الله تبارك وتعالى وهؤلاء ميزوا على غيرهم لأنهم يدعون الناس إلى عبادة الله وترك عبادة الشيطان يدعون الناس إلى الطاعة وينهون الناس عن طاعة الشيطان وعن المعاصي والملدات إلى آخره التي تبعد الإنسان عن طاعة الله في الرواية أن داود عليه السلام مضى وحيداً مصحراً يعني مضى إلى الصحراء وحيد بحيث أنه لم يكن معه أحد يخاطبه الجليل جل وعلا ما لي أراك وحدانياً أنت بوحدك أين رهتك أين شملك أين أصحابك أين أين إلى آخره يعني بمعنى أنك جئت إلى الصحراء تعرف الصحراء لا يوجد بها أحد أنت في بلد والبلد على كل حال مليء بالناس بالمجتمع بينما أنت مضيت حيث هذه الصحراء ولا يوجد معك أحد الجليل جل وعلا من باب وكم سائل عن أمره وهو عالم فقال له ما لي أراك وحدانياً فقال مضيت حيث الشوق إليك داود يعتذر إلى الله ويعلل هذا الخروج قال جذبني الشوق إليك فحال بيني وبينك خلقك يعني الناس حالوا بيني وبينك وبين هذا الشوق حيث كنت أريد أن مثلاً أتفرغ لعبادتك أريد أن أكون معك بواحدي لا يشغلوني شاغل المجتمع جاي يشغلوني المجتمع عندهم طالبات المجتمع عندهم حاجات المجتمع عندهم أسئلة المجتمع فأردت أن أتفرغ لعبادتك هذا يفسر الشوق هكذا بأنه يعتزل الناس ويمضي مع الله تبارك وتعالى فقال جذبني الشوق إليك فحال بيني وبينك خلقك فجئت إليك وحيداً فناداه الجليل جل وعلا أمضي إليهم لإن تأتيني بعبد آبق العبد الآبق كتعرفه وذلك العبد الشارد الإنسان العاصي لله تبارك وتعالى والذي تكبر على الله وعصى الله سبحانه وتعالى يعتبر عبد آبق يعني شارد خارج عن طاعة الله لإن تأتيني بعبد آبق أثبتك في اللوح جميلة يعني أنت حينما تدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى وإلى وحدانية الله أفضل لك من هذه الصلاة ولهذا الروايات الكثيرة تمدح أولئك المبلغين الذين يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى يا علي لإن يهدي الله بك واحدا واحد لإن يهدي الله بك واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس يعني خير لك من الدنيا وما في الدنيا حينما تدعو إلى عبادة الله تبارك وتعالى وتهدي الناس إلى عبادة الله ومن هنا تجد المصلحين تجد العبادة تجد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أنهم ماذا أنهم تركوا الدنيا وماذا وانخرطوا مع الناس من أجل توحيد الله ومن أجل سوقهم إلى نحو طاعة الله سبحانه وتعالى اجي الآية الكريمة تقول الذين يبلغون رسالات الله هؤلاء المبلغون هنا يجب أن نلتفت إلى عدة معطيات في الآية الكريمة المعطي الأول أن هذا التبليغ لا يخص مجموعة معينة يعني بمعنى أن المبلغون رجال لا المبلغون ماذا يشمل الرجال والنساء يعني لا يخص الرجال فقط يعني عندهم حتى من النساء المبلغات ملاحظ كيف ما كان الأمر الآخر من هو المبلغ الناجح يعني نحن نحتاج إلى عملية التبليغ ونحتاج التبليغ لكن من هو المبلغ قد يكون هناك يندفع كثير ينبري كثيرون من أجل أن يكونوا مبلغين لكن ليس بالضرورة أن يكون كل مبلغ الناجح أحيانا يبلغ ولكنه يكون فاشل لاحظ أحيانا يكون مبلغ ولكنه لا يعطي شيء وأحيانا يكون مبلغ وما أحيانا يرجع لمجتمع يعني يرجعهم إلى القهقرة يعني النتيجة سلبية النتيجة مؤيجابية يا ليت تقف عند هذا الخط الأول إذا لم يكن هناك مؤشر للإيجاب للعلو لا أقل لا يكون هناك مؤشر لماذا لأن يكون سافل لأن يكون ماذا يعني سلبي من هنا المبلغون على أنحاء القرآن الكريم يشيد بأولئك المبلغين المإيجابيين كيف يكون الإنسان مبلغا إيجابيا نحن أمام هذا الأمر كيف يكون الإنسان مبلغ إيجابي هناك يعني عدة سمات وعدة صفات إن صح التعبير نسميها شروط لكي يكون هذا الإنسان مبلغا ناجحا الشرط الأول أن يملك سموا ماذا علمية سموا فكرية هذا الإنسان الداعي لا بد أن يكون ماذا يحمي العلم العلماء الفقهاء في الرسائل العملية رسائل العملية يشيدون إلى هذا السمو المعرفي حتى يكون الإنسان صالحا مبلغا ناجحا اشترط الفقهاء في الأمر بالمعروف إنها المنكر أحيانا نجد منكر ها أجد منكر الآن كيف أمر بمعروف وأنا منكر هنا يقول الفقهاء الأبن يقول عالم شن عالم يعلم بالمنكر ويعلم بماذا بالمعروف يعني يعلم بأن هذا الشيء منكر ويعلم بأن هذا الشيء الذي يأمر به ماذا معروفة وإلا لو خل هذا الأمر مشكل قد يأمر بمنكرين وينهى أنا معروف من باب المثال ربما نجد هذه أيام الشهر الكريم مقبلة على الأعتاب مشكل أيام شهر رمضان مقبلة كما هو المعلوم أن الإنسان البالغ العاقل تجتمع فيه الشراط يجب عليه أن يصوم ولا يجوز له أن يفطر ولكن ربما أشاهد وأنظر ربما حتى في بيتي من يتناول مفطرا في نهار الشهر الكريم فاسق فاجر هذا خارج عن الملة ربما عندي وربما أقيم الدنيا ولا أقيدها لأن هذا الإنسان تجرأ وعصى الله سبحانه وتعالى قد يكون يملك عذره الشرعي قاطع مسافة مريض مرأة مشغولة أنت لم تأمر لم تنهاه عن منكر وإنما نهوت نهيته عن معروف وهكذا دوالك هنا لا بد أن يكون الإنسان يفتهم لا بد أن يعرف يكون يملك معرفة ورصيد معرفة كافة لأن يكون آمرا بمعروف ونائيا عن منكر وإلا يقع في هذا المحذور لا بد أن يملك هذا السمو المعرفي والشوال على ذلك كثير في أيام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقال أن بعض أصحابه قتل رجلا لماذا قتله؟ قالوا لأنه ذاك ما كان من المسلمين ولكن لما أن شاهد ذلك الرجل تشهد الشهادتين وقال إني أقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تشهد الشهادتين هذا الرجل طبعا البعض يقول هو أسامة البعض يقول آخر لا شاهد بنهاي القضية فقتله قتله انتهى اجأ إلى النبي صلى الله عليه وآله فحكوا له القصة لم قتلت قال لأنه كان يبطن الكفر وأخرج كلمة الحق يعني بمعنى أنهم كانوا منافق يعني لم يكن حقيقي مسلم من هنا النبي صلى الله عليه وآله ماذا غضب عليه وقال هل لا شققت عن سويداء قلبه حتى تعرف ما في قلبه انت مأمور أنه تشق قلبه وتشوف انت ما تعرف الواقع لا يعرف الواقع إلا الله تبارك وتعالى كيف يجوز لك قتله ها هل لا شققت عن سويداء قلبه حتى يعلمك أنه صادق أو كاذب من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حقنا من له الدم وعرضه ما يجوز إراقة دم هذا الإنسان البريء ها يعني فضل عن القتل إراقة الدم ما يجوز إلك فهنا نحتاج إلى سمو معرفي رصيد معرفي كافي حتى نكون آميرين بمعروف أو ناهينا ماذا عنه منكر الأمر الآخر نحتاج إلى سمو روحي يعني بمعنى أن الإنسان يتعلق بالله تبارك وتعالى فإذا تعلق هذا الإنسان بالله هنا قوية شوكته فكان قوية يكون قوي باعتبار أنه يتصل بمنابع القوة منبع القوة المطلق هو الجليل جل وعلا من هنا الإنسان إذا أراد قوة وعزة وشموخا فعليه أن يتصل بالله تبارك وتعالى لما يجي إلى يعني أمير المؤمنين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو المصدر قوتنا وطاقتنا وعلمنا ومعرفتنا هم أهمتنا وقادتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن سار على دربهم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بما يمتلك من هذا السمو الروحي والاتصال بالله سبحانه وتعالى مثلت إليه قوة ها مثلت له اندفاع لهذا يقول الله ما قلعت باب خيبر بقوة بدنية ما عندي قوة بدنية اللي صحيح الإمام قوي وشجاع ها لكن كل هاي الطاقة وهي القوة لاتصاله بالله هذا الاتصال بالله قوة مو تمثل فقط قوة جسدية تمثل قوة روحية ها قوة بحيث أن هذا الإنسان تحصن بالله تبارك وتعالى تمثل إليه قوة في عواطفه في أقواله في أفعاله هي مو قضية قوة جسدية ها يعني أحياناً الإنسان يصل إلى موقف يحتاج له يملك غضبة يملك عواطفه يعني الإنسان لا ينهار من هنا تحتاج إلى قوة الإمام ماذا يقول صلوات الله وسلامه عليه ها قد يرى الحول القلب وجه الحيلة يرى الحول القلب وجه الحيلة وجه الحيلة يعني أكون مخلص إليه لكن يحتاج منه ربما ماذا يتنازل عن مبادئه يكذب يخدع مشكل هنا تريد منه لإمام أمير المؤمنين عليه السلام ها وحاشا وألف حاشا ها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تريده أن يتنازل عن مبادئ من أجل الوصول لابدا ها إلى هذا الأمر أو البعض يقول لك كيف انتصر عليه فلان ها يقول أحد الكتاب الأرونيين يقول صاحب دكتوراه يقول فلان أقوى من علي ليش قال لأن فلان وصل ها إلى مرامي علي بن أبي طالب ما استطاع فلان استطاع أن يجيش الناس ضده قضية التحكم وكذا علي بن أبي طالب ما استطاع طبعا هذا لما يقرأها بالميزان المادي الدنيوي بينما الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينظروا إليها بعدة موازين وعدة أفق الأفق الديني الأفق السياسي والأفق الأخراوي ملاحظ إلى آخره الإمام يقول قد يرى الحول القلب وجه الحيلة لكن ودونها مانع من أمر الله نايم ما أكدر تكذب مثل ما يقول داك في المحكمة يقولون إليه يقول إحلف بالله أنت ما سرقت وطلع قل والله العظيم ما سرقت وش قال؟ قال وصلنا خير ها جيبوا القرآن بحلف عليه ها بحلف بالله بالقرآن بالزبور بالتوراة كل ما عندكم عظيم بأحلف بأطلع ها نجي إلى العبد الصالح لا يقول لا اسمحني ما أقدر ها ما أقدر لا يقول لا والله شوف الشجاع هذا ضعيف هذا ذكي وهذا مو ذكي هذا ما أريه قوي وهذا مو قوي لا القوة ليست هنا القوة حينما يتمت يتمر هذا الإنسان يتحصن بالله ها ويعتمد على الله تبارك وتعالى قد يرى الحوى لكل بوجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله وناهي والله لو أعطيت الأقاليم السبب بما تحت أفلاك على أن أسلب جلب شعيرة من نامل كذا ما فعلت ما أقدر الإمام يقول أعجز أعجز أنت ما تقول كيف الشجاع يقدر يحمل ماء بكذا باب خيبر يقول ما أقدر على هذا ليش لأن فيها معصية لله أنا متصل بالله معتمد على الله اتصاله بالله تبحان تبارك وتعالى تعطي قوله ولا تعطي حصانه ها بهذا تجد أولياء الله في أحرج المواقف يتوجهون إلى الله يتوجه إلى الله والله هو اللي يحصن ماذا يحفظه وغلقت الأبواب القرآن الكريم يجيب شواهد ترى شواهد هنا وهناك هذه موجا نقرأها كقصة ونتملح بيها ونضي عوقات ها وشلون الجمال يغري لا هي مو قضية الشكل أعمق القرآن الكريم لما يشير إلى هذه الإشارات ويدكر هاي المفردات تبين لنا السر قوة هؤلاء يوسف وما أدرك ما يوسف ها هذا لما قال القرآن الكريم وغلقت الأبواب وقالت هيت لك كم باب هذا هي الأبواب شكل ها مو باب ولا بابين ولا يستطيع أحد ولا يتجرأ أحد أن يفتح باب مو قضية أنه يعني افترض قد يكونهم قد يفتح هذا الباب لم يكن مغلق محكم لا يستطيع أحد يتجرأ أن يفتح الباب ممنوع أمرأة العزيز ملكة لا يستطيع أحد لا يستطيع أحد لا يستطيع أحد يتجرأ وجاء يفتح الباب بأنها سبعة أبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك كل المعطيات المادية في صالح تلك المرأة ضد يوسف كلها كل المعطيات ضد يوسف المعطيات المادية باب واحد يمكن أن يكون في صالحها وتكون في حصانة وبالتالي يتهم يوسف كل التقادير هذا الرجل عنده اتصال بشيء أقوى من هذه الأبواب ماذا قال مباشرة هذه السمة التي يتمتع بها أولياء الله وهو شنو أنه في هذه المواقف يلتجؤون إلى القوة مصدر القوة وبشر الصابرين الذين إذا عصابتهم مصيبة قالوا ونروح إنا لله وإنا إليه راجع بمجرسة مصيبة فيفجع في ولده في شباب في كذا ذا وين يروح ينهار لا ما ينهار خب ينهار أولئك ها اللي يعني هي مو قضية تفقد ولد الآن هي مؤشر أسهم ما يتحمل يحمل له هذا الربما المسازل دسه يقتل نفسه موجود نقرأ ونشوف ها يلقي بنفسه من شاهد هذا بس مؤشر أسهم جيد تحرك السهم صاعد نازل ما يتحمل بينما أولياء الله المؤمنون المتعلقون بالله مدرسة أهل البيت بتخرج من هاي المنابر وهي المدارس ها إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجع فقدوا شباب ماذا قالوا لم نرى إلا جميل ما رأينا شيء ها يعني إحنا لما نقارن مصائبنا وبلاءنا وكذا بأهل البيت نعتبر هذه مصائب أبدا شئر القرآن الكريم يقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نرجع إلى قضية يوسف يوسف تعلق بقوته هي تعلقت بقوتها وهو تعلق بقوته القرآن الكريم لنبيز بأن هناك شريحتان بأن هناك شريحتان في المجتمع ها شريحة وكل واحدة من هاتين الشريحتين تعتضد بقوتها وتتحصن بقوتها هي تحصنت بالقوة المادية تلك الجدر والأبواب وغلقت الأبواب هو ماذا قال معاذ الله أنا أتوجه إلى الله ها وإذا به ينتصر من خلال هذه الكلمة على تلك الجدر وعلى تلك الأبواب المغلقة كان قويا كان ماذا قويا من هنا لما نقرأ التأريخ مثالنا مدرستنا عطاؤنا هم أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم سيدة زينب فنحن نعيش ذكرى السيدة زينب وما جاء نقرأنا السيدة زينب من منطلق عاطفة ومن منطلق أنها مصابة ومكلومة بإخوتها وكذا زينب مدرسة زينب مدرسة هذه المدرسة لا تقتصر على مصي يعني مدرستها في مصائبها فقط هذا نحجم دور المرأة نحجم دور السيدة زينب ونحجمها في هذا الموقع هذا ظلم سيدة زينب مدرسة وعطاء قبل كربلا وفي كربلا وبعد كربلا لما انجي إلى مقومات أو آليات النجاح للرسالة قلنا احنا يملك سمو معرفي وسمو روحي انجي إلى السيدة زينب صلوات الله وسلام عليهم تملك سمو معرفية هذا السمو المعرفي اللي إشارات من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما يقول لإمام زين العابدين صلوات الله وسلام عليه أنت بحمد الله عالمة غير معلما وفهم غير فهم هذه إشارة معصومة في حقها بأن زينب عالمة هذا مو شهادة إنسان عالم أو ربما نقول فقيه أو ربما قارئ أو مثقف لا هذه قراءة معصوم وتعرف أنت المعصوم لا ينطق كما هو جده المصطفى صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يدخل عليها في بيته في الكوفة وإذا بها تفسر القرآن الكريم تتعرف يعني أغلى دستور وأعلى هو الدستور القرآني أغلى وأعلى وأدقدص على وجه على الإطلاق لا يوجد دستور يضاهي من يعرفه سيد الخوئي رحمة الله عليه له كلام لطيف في هذا المقام طبعا هذا الكلام في الاستدلال على مسألة فقهية ما هذه المسألة الفقهية وهو أن المحدثة هذا من بقى فقط للتدليل على كلامي بأن هذا القرآن الكريم هذا النص الذي لا يستطيع أي إنسان أن يقترب منه إلا من نزل في بيته وهم أهل البيت صلى الله عليه وسلم ما موتي الإنسان من قوة ومع ما أعطي من بلاغ وعلم ومعرفة أبدا ما يستطيع ولهذا تجد بأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أحيانا يحرجون من يقولون حسبنا كتاب الله يستدلون بآية من القرآن الكريم أنتم القائلون حسبنا كتاب الله خلنا يتشوف وين قوتكم وين براعتكم وين حسبنا كتاب الله خلنا يتشوف وإذا بهم لا يهتدون إلى ماذا إلى الحكم الشرعي إلا من خلال أهل البيت يبينون ماذا يبينون الحكم الشرعي من خلال آية على كل حال سيد الخوي رحمة الله يذكر أي المسألة طبعا مسألة إجماعية ما يكون عندنا خلاف بينهم أن المحدثة سواء كان محدثا من الحدث الأصغر أو الأكبر هذا هو مسألة اتفاقية ما هي أدلتكم نحن نتكلم عن الدليل ما هو الدليل أدهم عدة أدلة آيات روايات إجماع تسالم هذا متسالم عليه حكم فقه متسالم عليه الشيء من ضمن الأدلة استدلل بعض بهذه الآية ولا يمسه إلا المطهر غير المطهر يعني غير يعني مبالغة في التطهير يعني الوضوء أو بغسل إن كان محدثا بالحدث الأكبر جنابه نفاس كذا حتى يغتسل حتى يغتسل سيء الخوي يقول هذا غير صحيح هذا مو صحيح الاستدلال بهذه الآية غير صحيح لم؟ قال إن المس له معنيان أو له مصداقان المصداق المادي وإحنا مرادنا الآن ولا يمسه يعني هذا القرآن من يريد يمسه واحد ماذا؟ يمس آيات القرآن وهو محدث وأكو مس معنوي يعني المس المعنوي إيش؟ المس المعنوي بحيث يلامس المعنى يقول ولا يمسه إلا المطهر ما تريد المس المادي وإنما تريد المس المعنوي يعني يلامس المعنى القرآن الكريم يقول لا لا يمسه إلا المطهرون من هم المطهرون؟ قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجزة أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا هو المراد وهذا يقول الآية أجنبية يتفق معهم في الحكم لكن مو بهذه الآية بدليل آخر لأن الآية أجنبية عن المراد ملاحظ؟ نرجع هذا الدستور القرآني من يلامسه؟ من يفهم معنى؟ طبعا لا يفهمه إلا المعصوم أو من نزل القرآن في بيته وهم أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم شاهد زينب كانت تفسر القرآن في أي بيتين؟ في أي بيتين وفي أي مكان؟ في بيت أمير المؤمنين في بيت الحسن والحسين ثلاثة من المعصومين في بيتها في الكونفة يعني جامعت ثلاثة من المعصومين أمير المؤمنين الحسن والحسين من يستجرأ ويفسر القرآن أمام هؤلاء؟ أليس علم؟ ها؟ استطيع أحد؟ يعني الآن فلنكون واقعيين إذا جاءنا رازخون ترضى خطيب على حالة وكذا ويجي أمام السيد محمد حسين طبا طبائي رحمة الله عليه مفسر مفكر فلسفي ويجي هذا الخطيب يفسر القرآن يستطيع؟ أمام هذا الجهب دي فسر أمام السيد الخوئي والسيد الإمام جالسين وهذا يجينا صاحبنا ويقرى في الفقه ها؟ ويستدل يستطيع أمام هذه الجهابدة أمام هؤلاء العلماء ها؟ ما يستطيع وهكذا في الفلسفة وهكذا في الطب وهكذا في باقي الفنون فكيف يستطيع الإنسان أن يفسر القرآن أمام مفسرين ها؟ وعالمين بالقرآن الكريم لا يقوم بذلك إلا من هو أهل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يسمع لتفسيرها ولهذا كما يقول المؤرخون خرجنا النساء فعند ذلك قال لها أمير المؤمنين فسرت هذه السورة سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال لها الإمام أنت أخبرت بتفسيرها أو فسرتها أو تعرفي معناها أتأويلها تعرفي تأويلها؟ تأويل غير التفسير كاف يعني كربلا والها هلاك الإترة في كربلا وليا قاتل أخيك الحسين في كربلا والعين عطشه والصعد صبره ها هكذا تأويلها شاهد أن زينب كانت عالمة غير معلمة السمو العاخر الذي تمتاز به السيد زينب صلوات الله وسلام عليها أوى والسمو والروحي يعني تعلقها يعني معنى تعلقها بالله تبارك وتعالى وهذا الذي أشرنا إليه منذ قبل قوة الإنسان حينما يتعلق بالله هو إلا بالله عليك يعني الآن هل تستطيع ملايين الدنيا أن تقف في في وجه أعتى طاغية في وقتها يزير ابن معاوية من مرأة مرأة هذه المرأة الضعيفة هذه المرأة ماذا الحزينة المفجوعة الفاقدة وإلى آخره كيف رأيتي صنع الله بأخيكي قالت ما رأيت إلا تعلق قوة لا تنطق بها إلا من كان قوية وتخاطبه تقول له كد كيدك وسع سعيك وناص بجهدك فوالله كلمة سهلة زينب صلوات الله وسلام عليها تتكلم بهذا أمام يزير ابن معاوية ولكد كيدك وسع سعيك وناص بجهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ماذا تريد أن تقطع ذكر أهل البيت تقطع صوت الحق ما تقدر من ينطق به زينب هذا السمو الروحي اللي جعل منها قوة صلوات الله وسلام عليها وهكذا يعني باقي الشهداء هم يتمتعون بهكذا الشهداء كانوا يتمتعون بهكذا سمو المعرفي السمو الروحي ولهذا كانوا يبرزون في البيدان الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يخاطب يخاطب من يخاطب القاسم تعرف لطيف أنه أهل التاريخ يحتفظون بهذه القصاصات صح التعبير قصاصة وإن كان صغيرة لكن ماذا تحمل من معنى تعطيك درس يقول له بني أتمشي برجلك للموت تمشي برجلك للموت ماذا يريد الحسين من خلال هذه الكلمات نحن نقرأ ليس هنا نقرأ نقرأ السطر نقرأ ما فوق وما بين السطور مثل ما يقال وما تحويه الحروف أتمشي برجلك للموت أنت تعرف وين رايح لا لا حتى ليه يجي واحد يقول لذول لا لذول مغفلين ها ذول ما جاء يفهمون وين رايحين الحسين لا أبداً الحسين لم يغرر بأحد أكو بعد معرفي حتى في حركتهم يعلمون إلى أين يقصدون وإلى أين يتوجهون ها مو مغفل هذا مو ساذج لا يعرف وين قال أتمشي برجلك للموت تتعرف وين رايح ماذا قال قال نعم بمعنى أني أمشي برجلي مختار مو مقهور مختار قال له كيف تجد الموت يا بني هذا سؤال أعمق ها قال فيك يا عم أحلى من العسل أحلى قال لهذا الشاعر وش يقول ها الشاعر وش يقول يقول جادوا بأنفسهم جاد يعطي جادوا بأنفسهم أغلى ما يملك الإنسان ترى نفسه ها يقدم الأموال يقدم ما يملك لكن قضية نفس لا نفس واحدة إذا طلعت ما جاي ترجع شاعر يقول جادوا بأنفسهم في حب سيدهم والجود بالنفس أقصى غاية الجود كلهم على هذا البنوان شهداء ها أباء شهداء أمهات شهداء ها يقول إن كان هذا يرضيك فاخد ها قد وابن زينب ونرجع إلى زينب فاخد حتى ترضى قال يقول إنها ثنة رجليها يقول ابن سعر قال دعوها دعوها خلينا نشوف وش تصنع هذه دعوها بنعم أنه زينب جاي تلقي بنفسها على الحسين وتقتل نفسها من اللوع والحسرة ها وإذا بزينب الله أكبر كيف هذه المرأة ها وضعت يدا تحت ظهر الحسين ها والآخر والأخرى وضعها تحت قدمي تحت رجلي هذه إذا كان عاجس الحسين متماسك من شدة الجروح مقطع أربعة آلاف جراحة زينب أبي وأمي تريد ترفع الجسد تنادي إلهي إن كان هذا يرضيك فاخد حتى ترضى ها ثم بعد ذلك سيروها على الناقة أبدا ما زينب ما جاي حرك من زينب وقيمة زينب ها وصبر زينب كلها صبر لكن أكو موقف هذا شديد على زينب هذا يحرج زينب يجرح قلب زينب لما أرأت أخاها ملقى على البوغة تصهره الشمس ما تتحمل زينب اششوف عزيز الزهراء ها أليس من حقه أن يغسل ويكفان أليس من حقه أن يرسله عليه ويرفع ويهال أو مثلا يخلوه بالتراب ويهال عليه الزراء زينب تتركه بالرغم ها لأن أخذ التتايد على ناقتها يمنتنا ويسر تكاد روح وأن تخرج من بدنها زين العابرين من خلفها ينادي عم زينب أرحم ضعف بدنهم إذا سقطي من على ظهر الناق من الذي يصعدك ظهره يمر على ابن أمي مروا على العاطشة شاء مرمي على التربة نادو بن عائدنان خلوم يشيو بعزين مروا على العباس جثب لي يا راس كيف البصر يا ناس نمشى وتخلو مروا على الجاس فوق الترناي نادو بن حاشم خلهم يزفوا صحت يا حادي ريض بضعان ساعة والله على ركب الهز المال استطاع حراس سلع للرمح يزهار شعاع ويا الجسد رد نواري بالتراي مالي حادي بالسرى لا تزعجوني ويمجز مخوي حسن ساعة ووقفوني بل شتغس الجثة بدمعات احياني ودموع سكن والربابها الغراي زينب دموعها على خدودها لمن تعاتب ولمن توجه كلامها الى قمر العشير عباس انت الذي اركبتني محملي انت الذي اخرجتني من وطني جدي عباس خويا من المدينة بدمتك جاء لجلايك ولجل حسان عفت الوطن واشوف جيت الكربلة ومن نات براه بعت السعام من ناو بلتون بها لعياه حرك يا والي صاحب نفس الامرية قالها يزان ابضعت احتيج غصبا يا عزيزة الكرار عاقتني المني جثب الاراس بلا يمنى ولا شمال احمى الضائعات بعدك ضعنا هي لنا عباد حسر بوادي يا الله سهل مطالبنا ضحق ضحوائجنا يسر امورنا كشف همومنا اللهم يفك كل اسير رد كل غريب فالريج عن كل مكروب امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم امنا في اوطاننا يا الله المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع وجماعتي الحاضرين فردا فردا احفظهم في انفسهم اهليهم ذراريهم من يلوذ بهم وإلى موتهم وموت الجالس يوما يهدى ثواب هذا المجلس الى روحه وهو الشهيد الرضي السيد حسين بن السيد احمد والشهيد العزيز عبد العزيز موسى العبار وإلى باقي الشهداء والموتى من العلماء وموتانا وموتاكم نهدي جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات